بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريف الزكاة شرعا هي التعبد لله لابد أن تنوي بالزكاة وجه الله سبحانه وتعالى بإخراج مقدار مخصوص يعني معين في مال مخصوص لطائف مخصوص هذا الزكاة يعني إذن في الزكاة سنعرف ما هو المقدار المخصوص كم مقدار الزكاة الواجبة في المال المخصوص نعم لطائف مخصوصا من الذين ندفع لهم الزكاة تجيب الزكاة على المسلم الصغير والكبير والعاقل والمجنون تجيب عليهم الزكاة إذا ملك نصاب وش يأتي معنا ما معنى النصاب يعني إمتلك مقدار معين من الأموال التي تجيب في الزكاة وحال عليه الحاول أي سنة هجرية كاملة ونحن يأتي الحساد لابد من إخراج الزكاة ذلك، فعليات لا احد من الواجب اخرج تجيب، لأن نحن تجيب الواقع لا يجب من الأخرج أن تجيب، لأنه بالخلط بعض الزكاة لابد من الإخطاء فريضة ونافرة فعليضة ونافرة وش تسمى صدقاء لماذا تسمى صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المخرج لها من فرق بين الربا والزكاة والصدقة لأنها تدل على صدق إيمان المخرج لأنها تدل على صدق إيمان المخرج يجب أن يدل على صدق إيمان المخرج لأنها تدل على صدق إيمان المخرج لأنها تدل على صدق إيمان المخرج نعم وقد ترى أن المال ينقص لكن هو في الحقيقة يزيد نعم الزكاة الواجبة والفريضة تنقسم إلى قسمين زكاة مال وزكاة بدن زكاة البدن هي زكاة الفطر نعم تخرج في عيد الفطر بعد رمضان ساعة من طعام وهو ما يقارب ثلاثة كيلو جرام تقريبا هذا الأحوط يعني أكثر من الواجب من طعام البلد الرز القمح الشعير التمر ساعة من طفل أو ريس أو كرن أو كفايد ساعة من طفل أو ريس 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 أو كفايد بي أم فان من طفل أو ريس أو كفايد ساعة من طفل أو ريس أو ريس أو رأي ساعت man vol الثلاثة للمتاح على أحد يحتاج بهذا اليوم تعتى للفقراء المشاكين أما زكاة المال زكاة المال الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة يمكن أن يكون هناك مالك داخل والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العملة الورقية هذا المال الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة النقدين يعني الذهب والفضة ما يقوم مقام الذهب والفضة أورو دولار جنيه كذا كذا كيف تحسب الزكاة في الذهب والفضة والعملة الرقية يمكنك أي مبلغ لديك تقسم على 40 بالآن الحاسبة يخرج لك مقدار الزكاة أي مبلغ لديك تريد أن تعرف مقدار الزكاة فيه تقسم بالآن الحاسبة المبلغ على 40 تقسم المبلغ على 40 يخرج لك مقدار الزكاة هذا كل ما يحدث من المبلغ يمكنك أن تقسم 40% من المبلغ في مختلفة في مختلفة الشيخ بدر لديه 40 مليار يورو 40 مليار عندما نقسمها على 40 يخرج كم مليار إذن الزكاة إذن الزكاة في حق بدر مليار أور إذن الزكاة نعم إذن أي مبلغ تريد تعرف مقدار الزكاة فيه تقسم في الآلة الحاسبة المبلغ على 40 نعم نصاب الزكاة في الخامسة وثمانين جرام نصاب الزكاة المبلغ على الخامسة وثمانين جرام نصاب الزكاة يجب أن يكون 85 مليار نصاب الزكاة 595 جرام ننظر في الخامسة وثمانين جرام 595 فضة خمسة وثمانين جرام من الذهب اليوم مثلا يعني الآن تريد تعرف المال الذي لديك هل بلغ النصاب هذا لديه أور ألف أور مثلا هل فيها زكاة أو لا نعم إذن الزكاة يمكن أن تفعل كثيرا 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 هل يمكن أن تفعل هل يمكن أن تفعل ألف أور هل فيها زكاة ماذا نصاب الزكاة هل يمكن أن تفعل هل يمكن أن تفعل هل يمكن أن تفعل نظر الألف أورو هذه هل تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة إذا كانت تساوي هذا أو هذا إذا فيها الزكاة وإذا كانت ملا تُساوي لا تساوي خمسة وثمانين ولا خمسمائة وخمك seminar من الذهب دون هذا وهذا فليس فيها مثلا الشميع هذه الألبية سيحصل أثناء هل يمكن أن يأخذ بالسلطة ٹ٠٠٠٠٢ لتأخذ هكذا وإصلاً كمسة وتثمانين جرام من الذهب يساوي ألف وخمسمائة أور مثل 25 جرام بولد 1,500 و 595 جرام من الفضة يساوي 800 أورو لديه كم ألف إذن فيها الزكاة لأنه ساوت هذا أو هذا ساوت هذا إذن فيها الزكاة الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء كل ما أعد يعني تجعله في البيع والشراء خرج بهذا أشياء تقتنيها لديها الشيخ بدر لديها 20 سيارة مرسيدس لديها الشيخ بدر لديها سيقبيل مرسيدسي السيارة وضعها في معرض وأراد أن أبيح هذه العشرين كاملة الآن أصبحت عروض تجارة لابد فيها من الزكاة لديه محل لبيع مواد البناء لديه محل لبيع الساعات النظارات الملابس ماذا يصنع كم تساوي هذه ويقسم على أربعين بالمال الحاسب يخرج مقدار الزكاة فيها نعم نعم يبقى معنا من الأموال التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام السائمة هي التي ترعى في المراعي التي ليس لها أحد نعم هذا يسمى السائمة نعم 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 احاول النعم نعم السائشر نعم 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 فنعطي هؤلاء من الزكاة ما يكفي لسنة هجرية كاملة لأن الزكاة تأتي كل كل عام نعم من هو الفقير الفقير هو الذي لا يجد شيء مثل ما تقوله على الحديدة يعني ما يجد شيء أبدا نعم أو يجد ما يكفيه لأقل من نصف سنة يعني مثال يعني مثال طيب لديك منها شيء قال لا ليس لديه شيء فهو فقير لديه خمسمائة أورو أقل من السنة لأن نصف السنة ستمائة أورو وهو معه خمسمائة أورو فهذا معنى أنه فقير فقير نعم المسكين أعلى من الفقير لديه مال لكن لا يكفيه لسنة لديه مال يكفيه لأكثر من نصف سنة أنه يكفيه لأكثر من نصف سنة لديه خمسمائة أورو وهو يحتاج إلى ألف ومأتين نعم وليس لديه خمسمائة أورو وليس لديه خمسمائة أورو يعني نعطي الفقير ونملك الزكاة والصداقات كذلك السنف الثالث من يعمل في جمع الزكاة لكن من هؤلاء هؤلاء الذين حضروا من قبل الزكاة نعم هؤلاء الذين hacer التشميل الذين سمعت الذيناء هذه المال tinham إزدركado في جمع الزكاة منسمائة أورو في جمع الزكاة لكذا فرفع في جمع الزكاة ما الزكاة إلى أن هؤلاء الرقاء فجمع ألف أورو وقال لي عشرة بالمعانة من العاملين عليها نقول لا العاملين عليها من يواليهم السلطان نعم الرابع المؤلفة قلوبهم يعني هناك أناس حديثي عهد بالإسلام نعطيهم من الزكاة حتى يكون هذا سبب لبقاهم في الإسلام لكن لدينا إشكال في هذه المسألة عندكم ما أدري لماذا نعم بعض الناس له في الدخول في الإسلام أربع سنين منصف الناس لحظة فيها يا أخي تعلم التوحيد لم تتعلم التوحيد معن الله إلا الله وأن محمد عبد الرسول كيف تكون مسلمين تلا تعرف الإسلام ولا تعرف التوحيد يقول أنه مسلم جديد كيف مسلم أنت لا تعرف التوحيد ولا الإسلام نعم تدهد بعض الناس يا أخي لماذا تصلي يمكن عليك البعض قل لا لا تكلم هذا قال هذا مسلم جديد طب مسلم جديد مجرد ما يدخل الإسلام بعد هذا يؤمر بالصلاة قال لا مسلم جديد تتركه نعم ويعطوهم من الزكاة أيضا طيب كان الصحابة رضا الله عليهم يدخل الواحد منهم في الإسلام وما أحد يقول لهذا أن هذا مسلم جديد أو كذا أو كذا من أشياء لا يصنع الناس لهم نعم نعم ستتأشور مسلم جديد أربع سنين مسلم جديد وفي هذا نعلم أن هذا الشريع جاءت لإزالة الرقم لأن الشرع يتشوق ويتطلع لخروج الناس من الرقم نعم لأن الشرع يتشوق ويتطلع لإزالة الرقم من الذي نعطيه المال العبد أو السيد نعطي السيد لأنه لا سفيد شيء إذا أعطينا العبد يعطينا العبد العبد بأكبل ملك للسيد ما يسرح هذا نعم سوما بعد هذا العربين العربين من عليه دي لا يستطيعني أده المثال الآن الشيخ بدو أمرك لله اشترى سيارة برش نعم وعليه قسط لابد من دفع القسط في كل شهر ثلاثة آلاف أور وعليه يجب أن يكون في كل شهر ثلاثة آلاف أور فهو يأتي إلينا هنا في المسجد يقول والله أنا غاري ما أستطيع أن أتبع قسط البورج نعم 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 فهل هذا غاري هل أن يكون هذا الزرح؟ لابد من دفع القسط البورج أو إنسان عليه دين إنسان عليه دين الشيخ بدو يعمل في شركة يدفعو له في كل شهر عشرت آلاف أور وقيمة البورش 300 ألف أورو فهو الآن يقول أنا غالب عليّ لشركة البورش 300 ألف أورو راتبي 10 ألف أور أمان يبيع السيارة أو يقصدهم لا إشكال لديها الآن هذا ليس بغالب أصلا أمان 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 نعم إذن الغارم الذي عليه دين لا يستطيع أن يؤديه إما أن ليس لديه راتب أو لديه راتب قليل وهذا الأمر الذي كان بسبب الدين ليس عن إسراف أو أراد أن يزيد عن حال من هو مثله نعم نعم لماذا يركب بورش؟ لماذا يركب سيارة؟ نعم يركب سيارة يركبها الناس وكذا وتصلح له أنتذا لا بد أن نرتفع لا يصلح هذا نعم يمكن أن يكون لديه راتب قليل يمكن أن يكون لديه راتب قليل وكذا يمكن أن يكون لديه راتب قليل وعند الغارم هذا نوع من الغارب يكون عليه دين كان يكون مثلا يعني دخل إلى المستشفى وضع عليه تكاليف العلاج مثلا نعم أقابل نعم أو غارم الثاني من الغاربين جاء حصلت خصوم بين فلا من الناس وفلا فتدخل الشيخ بدل وقال أن أصبح بينكما وضع أن يدفع مال للصلح بينهما فهذا غارب نعطيه من الزكاة نعم لأنه دفع مال حتى يصلح بين اثنين نعم تقنو 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 فهذا ما زادنا يزوجه وزوجه ومجزوجه يزوجه أن يسكن يحيش هل يحيش هل في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير أو في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لو قلنا أنه في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير هذا معناه أنه لا فائدة من قول الله سبحانه هل في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير لكن هذا الجهاد لابد يكون جهاد حق له راية وا خليفة معروف مبايا من قبل أهل الحل والعقد يعني أُقَلَى لكن يمكن أن يكون هذا الفيديو أقول لكم تبايعوني على السمع والطاعة والخلافة أنا الخليم يمكن أن يكون هذا الفيديو لا لا يجب أن يجمع التفق عليه أهل الحل والعقد يعني الذين لهم رأي ومشورة وعقل وعلم يجتمع عليه كما اجتمع الصحابة رضو الله عليه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجب أن يكون هذا الفيديو إلى الرافضة نعم يعطي هذا المال في سبيل الله إلى منهم ليسوا من أهل السنة أصلا والجماعة نعم يعني أنت الآن عندما تلت تخرج الزكاة ما تعطيها إلا إلى المخالفين لأهل السنة والجماعة نعم تعطيها الرافضة تعطيها منهم يستعملوا هذا المال في قتل المسلمين أو قتل المعاهدين ما تعطيها من المال لا ما نعقد رجل تعطيها نعم 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 ثم قال وابن السبيل ابن تقول فلان ابن فلان صحيح بدر ابن اسم والدة بدر ابن أحمد لكن ابن السبيل لم ينسب إلى أبيه هذا نسب إلى أحمد إلى أبيه لكن ابن السبيل نسب إلى الطريق لم ينسب إلى أبيه لماذا لأنه خرج عن بلده نعم ثم ينسب إلى أبيه لماذا لأنه خرج عن بلده نعم قد يكون له مال في بلد لكن هو الآن هنا ليس لديه شيء ولا أستطيع الوصول إلى هذا المال الذي في بلد نعم فهذا نعطي من الزكاة نعطي ما يكفي للذهاب إلى بلده نعم والله أعلم صلى الله عليه وصحبه السلام شكرا